نكمل موضوع تحليل عايزين نشوف مثال كمان احنا اخذ حاجة كنا نقل لي معامل ارتباطة غوتابلس بيرمي ناخد امثلة تانية عليها عشان نأكد على الدرس ده برضو نديك سين ومديك صابت ومديك قيم سين وقيم كمية يعني رقمية وقيم صابت قيم كمية يعني قيم رقمية وطالب منك سراحة معامل ارتباطة غوتابلس بيرمي خلاص هنجيب معامل ارتباط غوتابلس بيرمي قلنا لازم هنرتب القيم ترتيبا تصعوديا وترتيبا تنازليا بص انا موضح لك هنا في الصفحة دي كل حاجة بنعملها بس انا هنقول اول حاجة في عندك اتناشر و اتناشر اللي اتناشر متكررة مرتين انت استخدمت الترتيب الاول واستخدمت الترتيب التاني يبقى المفروض واحدة من الاثناشر ترتيبها الثالث و واحدة من الاثناشر التانية ترتيبها الرابع أروح جايب المتصف بتاعهم 3 زائد 4 على 2 تبقى 3 ونص يبقى قدام الـ 12 دي حدث 3 ونص وقدام الـ 12 دي حدث 3 ونص استخدمت الترتيب الثالث والرابع يبقى اللي بعدها يبقى الترتيب الخامس 13 أي ترتبة الخامس 14 ترتبها السادس وهكذا وكذلك اللي انت عملته فيه سين هتعمله بساط جبت فيه فيه يعني معناها روتى بسين ناقص روتى بساط 3 ونص ناقص 7 بسالب 3 ونص 2 ناقص 10 ناقص 8 6 ناقص 3 وهكذا جبت فيه ولازم تتأكد أن خانة فيه مجموحها بسفر أجيب فيه تربيع أربع الخانة بتاعت فيه 3 ونص في 3 ونص يبقى 12 ورب 8 في 8 ونص طبعا السالب بتروح في التربيع 3 في 3 ونص 8 في 8 ونص وهكذا جبت فيه تربيع 268 ونص عوق ريه بتساوي 1 ناقص 7 مجم فيه تربيع مجم فيه تربيع عندك 268 ونص على نون نون هي اللي هي عدد القيام 10 فيه نون تربيع 100 ناقص 1 تطلع سالب 63 في المية سالب معناها أن العلاقة عكسية 63 في المية معناها أن العلاقة ايه؟ مطورة مسألة كمان درس طبعا مهم معامل ارتباط الرتب للسفيرمان عشان تبقى أنا حطت مساء كثير لدراسة العلاقة بين مستوى كفاءة طاقم التمريسين ونسب نجاة عملية قلب المفتوح صاد تم احتيار 800 مستشفيات تجري هذا النوع من العمليات وهكذا وكانت النتائج كما يعني مديك سين ومديكسا في المية كثير قوي يقلع من في المية دي يروح كاتب لي 95 في المية ما تخليها زي ما هي 95 و75 و89 ويبقى الأرقام في المية وخلاص ما تقلعش بص بق أنا هنا مديك خانة سين قيم وصفية ما فاش أرقام وقيم صاد قيم رقمية أو كمية قصة لما فيه قيم وصفية يبقى على طول معامل ارتباط الرتاب لسفرمن لو أنا مطلقتش منك حتى طالب إيجاد مقياس مناسب لدراسة العلاقة بين المتغيرين سين وصاد مع التعليق على النتائج كتبته يلاحظ أن البيانات السابقة أحد المتغيرين وصفية والآخر بياناته إيه وصفية كمية فإن المقياس المناسب هو معامل ارتباط السفرمن المتغيرين نعمل نفس الكلام سين صادر سين بترتب من الصغير الكبير بصيلي على خانة سين عشان نجيب روتاب سين ضعيف جدا يبدأ ترتيبه قوي اطلع لفوق شوية بعد ضعيف جدا يبقى فيه ايه ضعيف ما انت بترتب منه أقل حاجة لأكتر حاجة ضعيف جدا بيه أقل حاجة بعد كده ضعيف ترتيبه التاني بعد الضعيف فيه جيد ترتيبه التاني بعد الضعيف فيه ايه جيد جدا بص بقى انت عندك كم جايد جدا جايد جدا جايد 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 جا على ثلاثة ومش على اثنين جماعة ثلاثة ارقام اقسم على عددهم يبقى اجمع التختيب 4 زائد 5 زائد 6 على ثلاثة تطلع كم ؟ خمسة بص جاي جدا انه خديد 5 جاي جدا الخديد 5 يبقى انت استخدمت التختيب 4 و5 و6 ابدأ بعدين بعدين جاي جدا في ايه عندك 2 متى السفر 4 أو 5 وصفر يجب واحدة امتياز امتاز سبعة يجب ثمانية متى والصفر سبعة جائد ثمانية على ثمين تبقى سبعة ومصفر يجب المنتزة سبعة ونصفر روتب صد أيضا سأعملها أجيب فيه اختار روتب صيد معصر روتب صد ولازم تتأكد أن خاند فهمة مجموحة بصفر هناك ناس بقى تذهبوا لقى مبوز الخانة بتاع الفهمة وكان بري تحت المجموحة قال يعني خلاص مش هناخد بالنا في المجموحة حل وشو لو فيه غلط في الخانة دي ابدأ عيد ثاني عشان تطلع الغلط وانت تتأكد ان حلك صح اذا كانت خانة في المجموحة اجيب فيه تربيه اربح هناك نصف نصف روتب نصف نصف روتب نصف نصف روتب سالب واحد سالب واحد 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 تطلع فيه تربيه طبقت القانون تطلع تسعمية اثون وخمسون منها سيبك من الاثنين اول حاجة موجب ولا سالب معامل موجب موجب يبقى العلاقة 95% بين قوي انها اكتر من 75% يبقى العلاقة قوي خصائص معامل ارتباط سبيرمان طبعا انت مش مطالب بالنظري بس عايزة تعرف سواء معامل ارتباط سبيرمان او اي معامل ارتباط تاني معامل ارتباط تاني بين الاعلى بين الشخص بين الواحد والسالب Bro لان القيم ممكن تبقى موجب القيم والقي菜 ممكن تبقى saved وسالب S1 سالب 1 سالب 1 سالب 100 سالب 100 هؤلاء موجب ارتباط معامل الارتباط معامل الصرحlen بين واحد والسالب Prozent سالب واحد يعني سالب مئة في المئة سالب واحد يعني سالب مئة في المئة أي أرقام بقى تقع بين الواحد والسالب واحد ممكن يبقى معامل في المرة اللي جاية هنتكلم على معامل اقتبار جديد وهو معامل اقتبار للسوم شكرا